بسم الله الرحمن الرحيم السيد الدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة أصحاب المعالي السيدات والسادة الوزيرات والوزراء السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم هذه المناسبة المهمة لإطلاق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لعام 2021 عاماً للمرأة تحت الرعاية الكريمة لجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية إن احتفالنا اليوم بهذه المناسبة المهمة إنما يأتي تتويجاً لمساهمة المرأة على مدار العقود الماضية بشكل فعال ونشط في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية في بلادنا ومشاركتها في بناء الحضارة الإسلامية منذ نشأتها الأولى لقد استطعت دولتنا بالفعل تحقيق تقدم ملحوظ خلال السنوات الأخيرة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلا أنه لا يزال علينا مواجهة الكثير من التحديات التي تحول دون التمكين الكامل للمرأة في مجتمعنا انتصاقاً مع قيمنا الأصيلة ومبادئنا والتزاماتنا الدولية وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة خاصة مع استمرار معاناة الكثير من النساء في مناطق مختلفة حول العالم من الإقصاء والتهميش والعنف الحضور الكريم لقد استطعت مصر تحقيق تفرى غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة وذلك بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة حيث يتضمن تسطور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 أكثر من 20 مدة لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة كما أعلن السيد رئيس الجمهورية عام 2017 عاماً للمرأة المصرية في سابقة تاريخية تنم عن مكانة المرأة المصرية في مجتمعها كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 20-30 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة وهي الاستراتيجية التي اعتمدها السيد رئيس الجمهورية في عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعلى الصعيد السياسي كان السيد رئيس الجمهورية الداعم الرئيسي لارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري بغرفتين إلى 27% وفي مجلس الوزراء إلى 25% هذا بالإضافة إلى منح المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية منها مستشارة الأمن القومي وعدد من المحافظين ونوابهم والقضاء وغيرها من المناصب القيادية المهمة في مختلف مؤسسات الدولة السيدات والسادة على صعيد التشريعات المنصفة للمرأة فقد أقرت مصر حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التي تكفل للمرأة المصرية الحماية والمساواة والفرص المتكافئة حيث تم تعديل عدد من القوانين من بينها تجريم الحرمان من الميروس وتغليز عقوبتي ختان الإناس والتحرش الجنسي وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة وتعريف وتجريم التنمر وتعديل أحكام قانون الولاية على المال واتصالا بتوفير الحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة فقد أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وتم إنشاء أول لجنة تنصيقية وطنية للقضاء على ختان الإناس في مصر السيدات والسادة في إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كانت مصر صباقة في إصدار ورقة سياسات حول الاستجابة للإحتياجات الخاصة للمرأة في إطار التعامل مع الجائحة واطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات في مارس 2020 كما احتلت مصر المركز الأول في التقرير الصادر من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إزاء الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد-19 كما التزمت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 2005 بإنشاء منظمة متخصصة داخل منظومة التعاون الإسلامي بتعني بتطوير وتعزيز دور المرأة في دول الأعضاء في المنظمة مع بناء القدرات والمهارات والكفاءات اللازمة من خلال آليات مختلفة بما في ذلك التدريب والتعليم والتأهيل ليتماشى مع المبادئ والقيم الإسلامية ولتكتمل بذلك منظومة الوكالات الإسلامية المتخصصة وتم في عام 2010 اعتماد النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التي تتشرف مصر باستضافة مقرها السيدات والسادة ختاما لا يسعني سوى التأكيد مجددا على ما أشار إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة 14 لمؤتمر القمة الإسلامية في يونيو 2019 من أهمية كبيرة بتمنحها مصر للقضايا الاجتماعية والثقافية خاصة تمكين وتعزيز دور المرأة وكذا إعلان سيادته أن مصر تترقص المؤتمر الإسلامي الوزاري للمرأة خلال 2021 في تكسيد الالتزامها بالعمل يدا بيد مع شقيقاتها من الدول الإسلامية في خدمة قضايا المرأة والنهوض بدورها وضمان تمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين في العالم الإسلامي وستبقى مصر على أتم استعداد للتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لإنجاح العمل الإسلامي المشترك في هذا المجال المهم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته